بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشهر مرسلين سيدنا محمد وعلى أهل وصحبه وسلم أجمعين وعلى كل الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة وأجل التسليم أهلا بكم كل حلقة بمشي وأنا حاسس أن أنا بحس أن أنا ما أرصتش قوي أو ما يعني ما وصلتش المعلومة كاملة وأقول يعني بغى زحلان شوي أنا عايز أمشي وأنا موصل لكم كل المعلومة لتخص الكلام لعل لو عاصل ما يتقبلش تاني وخلاص وأمشي على كده وأنا يعني زحلان وفجأة بعد كده لما حدي بيكلمني أن أنا أجي حلقة بعدها ببقى متردد لكن اللي بيخليني أجي أقول طب كويس أروح يعني إيه نتاكي على الكلام تاني اللي قلناه بالنسبة لنفس الموضوع ودوا تقريبا أن إحساس بعدم الكمال في النقطة ده يخلينا نتواصل شوية مع بعض إحنا تكلمنا الفرصة الحلقات اللي بدأناها من حوالي شهر تقريبا فرصة أن إحنا تكلمنا شوية عن البرستاتا وأنا مقصود جدا من أنكم صحصحتوا معايا شوية تواصلت اتصالاتكم معايا في أي وقت على مدى اليوم حتى الناس اللي بدأت أعود معاهم حسيت أني عايز يعني حاسس أنه كان مهمل شيء وعايز يهتمب شوية لا الأمور مش برستاتا مش دمات قيل البرستاتا مش وحشة لدرجاتي يعني أنا حاولت توصلكم البرستاتة دي من أجمل لأعضاء الموجودة أي نعم هي بعد الستين والسبعين والثمانين بتبدأ تدايق بعض الرجال شوية آه بس معظم الأعضاء كده يا طب ما في ناس من صغرهم للألف بيدايقهم مش معناها للألف بقى وحش الرئة بدينا حساسية أو غيره أو غيره أو جلد كل الأعضاء لها مشاكل البرستاتة أكتر عضو يعني بقى مجنع لها أكتر عضو خد حسنات مننا تقريبا إحنا عملين نغتاب ونتكلم عليه كلام سي طول 24 ساعة عنا في مصر بالذات وهي عمال تلم حسنات تلم حسنات وفي الآخر حاولت قدر ما سأقول لكم أنها بريئة من كل ده البرستاتة مجنع عليها هي غلبانة أنت عيشت حياة زوجية كويسة هي مبسوطة جدا بك عيشت حياة مكتومة حتى الشباب النهاردة الأم جاء تقول لي إيه مشكلة ابني في اللي بيحصل في الحوض والبول والخاصية يا سيدي موضوع بيحصل للعزاب البرستاتة لا مش برستاتة بتسمع في الخاصية وتسمع في البرستاتة وتسمع في الحوض المسلس ده كلته أو الحتة الكوميترية ده كلها من عند الصورة لحد تحت في العزاب الكابت شوية بيديقها وبالذات إن الشباب تقريبا طول الوقت عينيه فيه ما بين الشاشات وما بين الموبايلات ما بين المناظر وما بين الشارع وما بين كل حاجة مجبوط 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 لما يبدأ يسمع في الحوض يسمع في القاصية يسمع في البول في البرستاتة في كل ده ما فيش مشكلة وقلت لكم إن من ضمن المشاكل للشركات الأدوية تجنت فيها على البرستاتة إن كل أدوية الاحتقان كتب عليها أدوية ببرستاتة وهي أساسها الاحتقان فبقتي الموضوع اللازئ في البورستاتة على طول لكن يا جماعة الأمور البورستات أجمل من كده أبسط من كده أحن من كده مجنع عليها وصلنا رسلة دي يعني مرة واثنين وثلاثة ألام الحوض اللي كلمنا عنها المرة اللي فاتت ألام الحوض ألام الحوض معظمها احتقان معظمها احتقان مش التهاب ويعني الكلام ده أنا قلت عايزة وصله لأطباء مش قادر مش قادر إزاي إزاي أوصل النقابة أو للوزارة أو اللي مين يعني إن ده احتقان مش التهاب إنه عايز علاج معين بتاحتقان مش مضادات حيوية يعني آخر مريضة النهاردة جاتلي جاي من بعيد جدا يعني المسافة ما بينه وبينها تخلاها تيجي مركزة وتاخد المعلومة ده مش تشرب المعلومة لا تبروز المعلومة لا ده أنت جاي من شبه محافظة تانية لمجرد إن واحدة قربتها قتلالة انت ده اخت زي كل ما بيجوا لك نروح تلسامعة ثامنة كاترة آه راح لتلسامعة ثامنة كاترة وما ارتحت إيه ألم في البول ألم في الحض بتخدش حمام كتير البول بيلسع وبيحرق جامد تنقيط الكلام ده كله اللي بيحصل كتير جدا كل المشكلة إيه كله تحليل بول مزرع بول مسحة بول إيه مسحة الكلام اللي بعمل اسمعه مضادات 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 لكن ما بيرتحش ارتح وارجع ارتح وارجع عامل زي ما كون بهوي واشيل خلاص يجع النار تاني ترجع ده احتقاء وعلاج الاحتقان مش مضادة حيوي ولازم اركز على حاجتين الحاجة الاولى ان انا مش مضادة حيوي ان في علاج للاحتقان وعلاج مخصوص للاحتقان مش مسكن ده علاج ان انا بيعالج لو في احتقان داخلي او في فطريات اعالجها من الحاجات اللي بتساعد بعانا المهمة التانية ان انا مش اقدر اقول لها زباطي المعاشرة وكلام ده والحيزة وجاية مش عارف ظروفها وجوزها ايه الا لو ما عادين قداني وكلام ده انا قلته الحلقة اللي فاته اللي قبلها اني من الحاجات المهمة جدا هو اسلوب المعاشرة ما زال اسلوب المعاشرة في الشرق الاصرد في بصر لا باصرع على الزوج وبالذات لو فيه سرع القصف عند الزوج ده من الحاجات المهمة جدا خلاص ده احتقان انبسط علاج بسيط جدا رجلت ان انا كتبت تلتر اللي تلتره جدا مش عارف مش عارف مش لقي دوة انا اكتبه ما فيش دوة انا اكتبه مش هانا عليا مش لقي هم دوة او اتنين وهو يا خارج انا كتبت للمضادة حيوي انا كان اعمل انا لو في الدور العشرين ارمي نفسي ايه اعمل ايه مضادة حيوي بقول لها ليه وقفة كده اصح انا معنديش صديد يعني هو بقى خلاص احنا اتخدرنا اتصحرنا ان لازم مضادة حيوي ما هيدي المشكلة ان الدكات اللي تصحروا وتأثربوا للمضادة الحيوي وبدأ هو يبقى الاساسي في علاج الحوض وده اللي خلى الام الحوض ما تختفيش ان احنا لابنعالج السبب يعني رغب ما بنعالجش السبب وده بقى موال عايز ثقافة وعايز 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 وتقريبا كل ما بنزبط الاسواق شوية شوية الأمور شوية ما بينهم الأمور بتصلح بترجع تصلح حنا قلنا الكلام ده ان من ضمن ان احنا نسعد الأسر ونساعد الأسر ان احنا نزبط موضوع العلاق شوية مع بعض لو زبطنا كلام ده الألم هتخفى عند الاثنين لكن ان احنا مش ملديش مضاد لا ندي علاج احتقاف ولازم نفهم من يده مش صديد ان صديد كأن البول ما بنحللش بول في الستات إلا بطريقة معينة أنا مش ممنوع تحليل البول للستات تحليل البول عند السيدات عند المرأة عمون له طريقة لازم أخذ البول من جوا بدون ما يعد على المهبل لازم ما يعدش على المهبل لو عد على المهبل من مش عارب مش شتيجة كل واحدة تحلي البول أدخل أسطره واتعقم مش هينفع بينفع بره ما ينفعش عندنا طب أوكي نعمل ايه أضعف الإيمان أشيل الكرفة يعني ايه نشيل الكرفة أنطف المهبل الإفرازات أو 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 وأخذ وقت نازل البول يبقى أنا قادر المستطاع خدت بول مش كارف ألو ألو أيوة تفضلي أيوة ممكن أكارف الدكتور معاك تفضلي ألو السلام عليكم والدكتور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا عند بنتي حوالي عشر سنين جدا تمام وما بتتحقش نفسها يعني ما بتاعجي تلعم أو تضحق أو حاجة كده بتتحقش نفسها يعني على النفسها يعني تتبور على النفسها ده هو صحية وهي صحية طب ويها نايمة هي نايمة أحيانا مع الأمور يعني في الشتاء أحيانا في الشتاء آسف لا في الشتاء طيب طيب أوكي طيب ممكن وض التلفزيون بس وض التلفزيون شوية عشان أكمل معاك أيوة طيب أوكي احنا عندنا حكتين عندنا موضوع السلس المستمر بالليل وبالنهاردة له طريقة وهقولك عليها التباور اللي إرادة له طريقة هنتعليك فيها بطريقة معينة التفاقنة يبقى أنا هقولك طريقتين الطريقة الأولى الثلس النهاري ده ممكن يجي لأي حد كبير أو صغير التباور الليلي بيجي لناس معينة ولو طريقة معينة في العلاج إنها مثلا لو نيجي على الليلي لو بتنم مثلا 11 أو 12 من الساعة 8 مثلا ناخد العلاج والعلاج اللي أنا في أي لحظة هتواصل معك وديك العلاج وبعد العلاج ما فيش أكله شرب ما عاده شرب الماء تشرب الماء فقط وتخش الحمام ماريطين مرة بعد ثمانية ومرة قبل ما تنام لو استمرنا على الكلام ده من أسبوعين لثلاثة مستحيل هتعملها تاني ليلا لكن بالنسبة الموضوع النهاري ده فطريات واحتقان لو فيه ديدان لازم نبدأ نقص الدوافر الكلام ده مهم جدا ايوان لو في خلي بالكم من النقطة المهمة جدا عند السوبيان وعند البنات تظهر أكتر في البنات موضوع الددان الددان الدبوسية اللي هي أكتر شيوعا في مصر اللي هي اسمها الددان الشراجية عند البنات بتتحرك من البطن للشرق وتتحرك لحد الفتح المهبلية لأنه قدامها طريق ثالث عند البنات أكتر ليل ونهار وخاصة بالليل لأن الدودة دي بتحرك بالليل دي عند السوبيان تعمل لهم هيجان في الشرق ليلي وممكن ممكن تعملوا ألم ألم انعكاسي ما بين وراء وقدام ممكن يقوم مثلا يصرخ يعيط يتقلم من الشرق يدعك في الشرق وممكن نفس الألم يسمع في البول ويسمع في الحوض وممكن يشتيخ من وجه وممكن ما حصل تبقوا لإرادة إذن هي السبب مش هي السبب من أهم نقط علاج الديدان دي قص الظوافر وقص الظوافر باستمرار لأن معظم الأطفال بإما بأس قص الظوافر بسنانهم يعني إما بيحط إيديهم في بقيةهم حتى لو ما بيقصهاش أنا أحمي ومنع كل ده لو قصت الظوافر أسبق بخطوة دايما أنا أقول للقاح أنا أسبق بخطوة إن أنا قص الظوافر دايما ألو 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 السلام عليكم وعليكم السلام تحت عمرك تفضلي تفضلي وعليكم السلام صراحة عندي بيتة عندها يعني 17 سنة ألو أيوة سمعك سمعك والله سمعك أيها دكت سمعك كويس تفضلي عندي بيتة عندها دخلت يعني عندها 17 سنة وصدرت تبقى له يا نيمة كده وهي صحية لا كله نيمة أيها سمعتيني وأنا بشرح دلوقتي بقول لو هي مثلا 17 سنة دي هتستجيب بسرعة جدا لأنها عندها الإرادة عندها أعلى من الأطفال الصغارين يعني مع أني بيجي لأطفال النهاردة أنا سلمت عليهم وبقيت فرحا بهم جدا أن هم عندهم استعداد وسيعوا الكلام 17 سنة لو بتنام قبل ما تنام بربع ساعات على الأل ما فيش أكل وشرب دايما بقول ما فيش أكل وشرب بس الواحد يشرب مية عموما اللي ما بيكلش ما بيعطاش بس أنا لو حسست أي حد إن أنا حرمه من المية بالذات هيحس بإن إحنا مزنبينه لا يشرب مية لأن لو شرب مية هيباولها قبل ما نام هيباول مرتين مرة أول ما يصوم ومرة قبل ما نام عباس ما حد يشي صح يا حد بالليل لأن لو صحيت الواحد بالليل جسمه بتعود على كده ويبقى أنا معالكتوش يبقى أنا قبل ما تنام باربع ساعات على أقل في سنها ده ما فيش أكل وشرب مع هذا المية تباول مرتين هموني هملكوا العلاج هتبقى زي الفل وهتمنع بس نصيحة إن العلاج ما نوقفوش على طول بنبدأ نستمر في العلاج من أسبوعين لثلاثة لشهر ما نزهقش بقى كويس جدا جدا وثاق نبدأ نسحب نصف العلاج وبعد كده لأجوة فرصة أدي علاجه أي يوم أو يوم لا وعيني على الأنسة أو على الطفل أو أي حد عيني عليه وتجاوب معاه وإحنا فاهمين بيعمل إيه الطفل الصغير بشجعه يعني مثلا بقول له إيه إنت خلي بالكم إن أنا لازم الأمور يقفها تعاون أنا بالليل هو باجي عليه شوية والأطفال عناديين بالنهار هو باجي بقول له أساعدك إنت خد مصروف زيادة هتاكل حاجة خد زيادة عشان بالليل ما يبدأش يحس بالحرمان قوي ويبدأ يعرف إن فيه حافز إن أنا بطلب منه إنه مثلا من بعد تاعة 8 فيش أكله شرب عصائر أو أو فاكهة بس بالنهار لو عايز فاكه أزود له شوية لو عايز مثلا حاجات شبسيات أو غيره زيادة شوية لو عايز مصروف أزوده شوية بس يفسديني يسمح كلامي بالليل المسموح له بالليل هو الميا الميا بكيميات لأنه هو مش هيعتش فلو بشرب شوية ميا أو المياسوم وقبل ما ينام لو مثلا في النص احتاج شوية زغيرة مش هيعتك بعد كده لأنه خوضها قاعدة وهقولها كتير اللي ما بيأكلش ما بيعطاش لكن هو الإحساس بس لو أنا سأقلت له إحنا مثلا في رمضان كلنا لو مسموح لنا بالميا احتمال نصوم السنة كلها لكن يا الفكرة فكرة إحساسك بالجوع ما بيقاش مدايك أو زي إحساسك بالعطش إحساسك إنك بعيد عن الميا وانت شايفه قدام فأنا لو بدأت أدلو شوية ميا مثلا بعد تمانية ولو احتاج تسعة أو عشر عشرات ميا بس هيباول الأول وهيباول قبل ما ينام مش هيلاقي بعد كده أي كمية بيقول لأن الميا بتخرج من الجسم في خلال مثلا إيه نص ساعة أقصها ساعة يبقى بس الفكرة إن لازم الأهالي يعرفوا إن ما فيه التباول الإراضي كالتباول الإراضي مش مصيبة كبيرة وإن التباول الإراضي له حل اللي عقد الأمور تدخل غير التخصصات في علاج التباول الإراضي لما أشوف دكتور جي بي ممارس أو دكتور أطفال بيعامل التباول الإراضي على إنه عقدة كبيرة وإنها مشكلة ويكتب أدواء كتير ويبدأ إن أنا أدي تعليمات كتير وأقول لهم أوهم كل ساعة وصل الأمر ببعض البلاد أو بعض المراكز على مستوى العالم كله إنه يعملوا كامبينج كده للأطفال دولهم ويبدأوا يصحهم كل ساعة ويعملوا لهم جهاز انذار ويبدأ يحط له جهاز كهرباء كده بإنذار بمنافسه الداخلية لما البول يبدأ يرشح الجهاز يعمل إنذار فصح إيه ده إيه ده إيه الرعب ده ده أفلام الرعب أرحم من كده الفكرة أبسط من كده بكتير ونشوف النتيجة الفكرة إن المسانة متعودة تفضي في وقت معين زي أي يعطو في الجسم هي فضت في ليلة والطفل ده يا إم عينة دي أو نوم تقيل فبدأ خلاص تتعود إنها تفضي في الوقتين زي ما أنت بتصحى مثلا الساعة ستة هتلافسك بتصحى أوتوماتيك ساعة ستة من غير منابئ ومن غير أي حاجة حتى لو ضبطت منبئ عشان تقوم الساعة أربعة هتلافسك ساعة قبله أو ساعة مرة على المنابئ وبعدك تصحى لوحدك العقل البطن بيزبط نفسه عقل البطن بتاع المسانة ده بتاع الحوض بتعود على كده أنا أقلب الأمور أقلب الأمور أخلي المسانة تصحى الساعة كذا اللي هي متعود عليها مش هتلاقي بول أو هتلاقي كيمياء قليلة بدل ما تنقبض هتنبسط هتنام تاني يوم هتنام تالت يوم هتنام يوم ورا يوم ورا يوم خلاص الأمور انتهت هتبدأ تقلب العدد بتاعتها يبقى إذن فكرة إن أنا أطرعب من علاجة تبلق إراضي لا هو مش مرض ولا أشعات ولا تحليل ولا أشع على الظهر ولا فقرات مش كاملة مين قال إن الفقرات اللي مش كاملة تعمل تبلق إراضي غريبة فقرات أي مشكلة في الفقر أولا للأطفال الفقرات عظام كتير من فوق لتحت عظام كتير بتكمل مع البلوغ أستاذ محمد ألو ألو وعليكم السلام ورحمة الله بركاته ألو معك فضل الله يبريد لك فأن الحضرتك أنا ناسين 22 سنة وعندي حساسية من البخاء غلال الفينتال تمام وعندي ضغط من حوال 10 سنوء مرتفع ضغط الله ينور عليك تمام تمام العلاجة ده بتاع الحساسية ده هو تعمل البعض الجنسي فبنستخدق المشيطات لا أنت بتاخد إليه الضغط بناخد كنت بناخد كون 10 هو ده الوحده ده الوحده بيضعف البخاخة ما تضعفش يعني إحنا لازم البخاخة لا هو ده الوحده يضعف البخاخة ما تضعفش عندك سكر لا يا فرم ما نريد طب أوكي في حاجة تانية غير موضوع الضغط والحساسية بتاع الصدر لا يا فرم ما نريد الوزن مليان شوية تاخد كورتزون ولا حاجة لا يا فرم أنا نريد 90 كيلو وخذ حفظ ده الحمد لله لا ناخدش كورتزون تمام الأمور بسيطة لو بناخد عائلات كونكور كلها بنقلبها يما عنده الدكتور أو تكلمني وإن شاء الله هنتظبط الحالة ما فيش مشكلة تضبطها سهل جدا وإن شاء الله هتوصل معي ما فيش مشكلة تحت أمرك سيد محمد طبعا لازم ومش ولازمه بس مش حاجة كنا بتكلم كنت بتكلم قبل مطلع الهوى مع مجموعة العاملين كلهم المخرج وي وكلهم أنه لازم نطعم من ضمن اللوازم لازم نعالج أي مشاكل في الحالة جنسية 42 سنة يعني في عزك يعني تقريبا في ناس بزيك لست تتجوز ولازم تعيش ده احنا بقول الستين والسبعين والثمانين لازم عيش لأني من أساس أنت لما ترجعوا لبداية الخليقة الوانس كله 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 وكل الكلمة حياة وانس هي بسبب زوجة أو مرأة أو حوة فكرة أن إحساسك لما بيجيني حد ويقول لي أنا أنا حاسس أن أنا ده في ناس بيوصل أمر لأن الدموع تنزل ما ينفعش يعني في علاج والعلاج بسيط في أدوية مؤثرة لا بنتعاون أنا وأنت ودكتور الضغط نغير الأدوية العلاج موجود لا جميل وما زلت برضه بقوله قلت لناس نهارنا وناس بساطاء جدا ناس من المستوى المتواصف بتاعنا الجميل إن كان عامل إن كان فلاح مزارع يعني أسكروني تفلاح مش معناها إنه لا إنه مزارع يعني ده ممكن يكون مزارع ومشاء الله عنده عزب يعني ومالت مليونير يعني إن كان مزارع إن كان إن كان أو في أي شركة بدأت أفهمهم النهاردة بقوله الجرعات يا جماعة أنا ببدأ من 25 تبقى 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 نص يقول تبقى نبدأ من 25 أداء هيجيب لي صداء أو هيجيب لي مأسا كذا أو هيضيق نفضبات الألف شايفين التفاهم ده بريحن جدا أداء ما هو فهم كده يبقى هيوصل لا العلاج بسيط يا أستاذ محمد وإن شاء أنا تواصل مع بعض ألو تفضل معاك تفضل أوات التلفزيون وتواصل معاك سوى عليك يا دوك وعليكم السلام وعليكم السلام وعلى الله وبركاته معاك علي خليل المنصر يا فنم أحسن ناس طبعا الله خليك يا فنم حبيبي بتوع المنصرين الله يكريم بك يا فنم الله خليك يا دوك تحت أمر كباش تؤمر بقول لحبيبتك أنا بنتي عندك 17 أجانة الحوض بتاعها بجنبها كده مش عارف الأملاح ولا إيه لا 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 انت شوفها انت قلت الشكوى هتقول بقى مش عارف أملاح ولا إيه ولا اهدى اهدى يا علي خليل لأن من أشهر الأسامي اللي في المنصرات من متكررة أسامي علي خليل طب أوكي اللي هي عملت أشعة موجات صوتية ولا لا تفضلتك على الشاشة قالت لي بتوصل بيه ليني كانتكشف عنك قبل كده ورسحت على علاجك طيب طيب هي لما جات قلت لها في حصوة لها حاجة لا قلت لها عنتي كمت أملاح زايدة أوش كريستالات زايدة كمت أملاح لا كريستالات مركزة طيب أوكي هي أنيسة طبعا نعم أنيسة آه أنيسة طيب أوكي تابعني وإن شاء الله الموضوع من أبسط ما يمكن هو قلك نعمل إيه عناية لتنينة أستاذ علي تحت أمر كباش هي الفكرة البساطة جدا بقول من 15 سنة مثلا كنا لما يجينا حد كنا بنحتاس يعني أنا من المنطقة اللي أنا فيها من قبل المنصورية الجميلة بعذابها بزرعها لحد يمكن ما تخش على مطقة المهندسين كنت بلاقي مكان واحد أو مكان فيهم مجاوات صوتية والعيان لما بعته ويا خبر بيض وطوات أنا فاكر كمان مثلا دكتورة من دكتورات اللي كانت استشارية مجاوات صوتية ما شفتهاش تحت وقت ربناها ده صح لو كانها موجودة وكان كان حاجة كإني مثلا عايزة أقولوك إيه سحر العيان عشان نعملوا مجاوات صوتية ونطامن بس كلا فيه إيه يطرى فيه سداد يطرى فيه رملايا فيه حصوايا كان موضوع سحر وإن كان في جمعية مصدفة محمود مثلا لما جابوا لما جابوا في الأول دلوقتي تقريبا كل عيادة فيها جهاز واتنين وثلاتة تخيلوا الأمر وصل لفين هقول إيه تعيش الصين مثلا يعني هي بواجهين واجه مفيد وواجه مضر المالاتنا مجاوات صوتية في بات الأمور بسيطة يعني إيه نظرة نظرة بسيطة خلاص بتوصل إن كليتين دول يانسي داد يانسي داد كليتين دول مصرفين زي الفول إنسى إيه فكرة الفاكر السفات زيادة دايما الكلية بتحب البول نازل سالس سالس زي لما يكون مياه يكون من إزازة سالسة الكلية ما تحيطش بها قوي ما تنقبطش عشان تخلص منها لكن الكلية سليمة لكن البول نازل منها مركز شوي وبسيط لو حد بيعرق بيشرب قليل وإحنا شعب فرحان قوي إن أنا خلص إزازة اثنين لتر لا اثنين لتر كانون كوباية وإذا ما أنا أقول أنا ما أوصف لأحد أنت لما تقسل إيدك بكوباية كانت قسلت إيدك ببرميل عادي لا كوباية أحسن يبقى أنا مش هفرح إن أنا شربت إزازة لا أنا وزع الإزازة على أربع خمس ساعات أشرب قبل ما نام كوباية وشور كوباية قبل ما تنام دي بيترطى بالكلية وانت نايم منت نايم صايم 7-8 ساعات أول ما قوم الصبح مش كازر لا كوباية سيب كوباية بموضوع بتوع التخسيط وكوباية ده فترة عليها لمون وفيتامين جيم وكلام ده اللي ماشينا عليه عشان الحر احنا بنسبلنا كوباية الصحب وكوباية بليدوم كل ساعة نصف كوباية كوباية وبالذات الأطفال وكوبار السن ده من كوبار السن محتاجين إن جسمهم محتاج مية أكتر لأنه بيجي لنا جفاف أكتر بعد الستين فمحتاج عشان جسمك ينتعش محتاجوا على الأل نصف كوباية كل ساعة كذلك الأطفال الصغيرين محتاجين مية زيادة شوية أكتر من الوسط إنه ما بين الأجيال الوسط تشرب تشرب عادي بس نركز أول أطفال ونركز أول كوبار السن ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام يا سيد أحمد تحت أمرك سيد رحالة سيد رحالة ربنا يكرمك الله يبارك يا سيد رحالة أنا لو سمحت أنا عند السكر تمام تمام وطبعا بوحب الليل بقوم الحمام كتير كتير يعني أكتر يعني بتقوم كل نص ساعة مسلا لا ساعة كده ساعة ونص طيب عندك كم سنة عند أربعين طيب أربعين يبقى أنت جسمك سليم ويبقى في الغالب عندك عبين لعيف في السكر لعيف في الاحتقان المعاشرة أم لإيه الانتصاب الحالة الجنسية تمام تمام الحمد لله أدم تمام الحمد لله يبقى السكر سكرك كام آخر موضع 250 ده من إمتى فاضح من إمتى من شهر كده من شهر كده تمام اسألني بقى عشان أنا أليملك الأمور تحت أمرك تمام لو أستأل دلوقتي عند الأطلاف بتاعت رجلية صلى لا نمنمل علي ده من برضو من السكر ولا أنا سامع أنا معلش حروف كلامك أن معناها السكر ده أكثر من 250 أنت تداخد إنسلين ولا أراس إنسلين ولا أراس لا أراس أميرين تمام كده وأكلك مزبوط والدنيا مزبوط مزبوط وبامشي في اليوم حوالي 7 كيلو 8 كيلو لا هو المشي يحرق شوية وهو رياضة أكتر أنا برضو عايز أقول فيه هوجة كده عن رياضة والمشي لا المشي جميل للقلب للدورة الدموية بيحرك الكليا بيحرك الإمثاك يمنع كل ده رائع بس حرقه المشي يحرق أنا كان يعني أول حاجة علموه لنا لما دخلنا الطب من 50 سنة يا جماعة مشي من جمعة القاهرة الجمعة لازر رايح جاي بيحرك غير فعيش تغير إذن أنا ممكن أمشي 70 كيلو بس أكل أكلة جاته هاية خلاص كأنني معانش حاجة فيها الفكرة فكرة أهم حاجة في الموضوع إن أنا لازم لازم لما زب السكري أزود الخضار جدا وأزود البروتينات عادي البروتينات مش عارف ليه الشعب المصري مش يخيب باله إن أنا لما بقوله نظم أكلك إني بجوّع ولا أنا ما جوّعكش أنا بقولك يعمل طبق كبير صلطة أنت عايزت أكل فول إملأ فول خضار وطماطم والكلام ده خليه طبق مثلا ياخد 5 كيلو كلهم بالمعلقة استفدت ما انضرتش قدامك كل الفكرة بقالي للعيش أقل كمية ممكنة بقالي للرز الكمية معقولة هو الماكرونا والحلوات والبيس الدول من أكتر ما يمكن أكتر ما يمكن بس كده لكن بقى أكل خضار كتير ما بخافش بقى أكل بيض بقى أكل جبنة بقى أكل لعوم سمك كل ده مش خطر على السوق معايا أستاذ أحمد تمام لذا أنا عايز أخذ لك أمسياتك وكلمة تعني إنت لو خذوا بعد الحلقة أو هتقوم من جوجل عادي ما فيش مشكلة هتحت أمرك الزح تقوم ورنابش الـ 40 سنة يعني سليم إذن دخولي لحمامك كتير يا ترى ممكن يقى فيه حصوة في المسانة ما تقوموش بالليل أنا دايما لازم كنا لما عايز يعني نعلم حد اللي يقومك بالليل وإنتك واس بالنهار أي مشاكل في البروسفاتة عندك بار السن اللي يخليك تخش حمامك كتير بالنهار وإنت بتتحرك وبالليل تنم سليم جدا لو فيه حصوة في المسانة حصوة في الحوض حصوة في الحوض مش في أي مكان اللي يخليك ليل ونهار تجري الحمام ما غير السكر وكلام ده صديد التهاب جامد في المسانة الأمور إيه يعني حلاسة هو من ناحية 40 سنة إذن في الآخر فيه احتقان ممكن بس ده أنا هربوط بالمعاشرة لو فيه صعب قاسفة أو مشكلة في المصاب أو بيأخذ أدوية معينة ما أنا ممكن أعمل علاقة زوجي كويسة بس أخذ جرعة تتعبني وتتعب لي الجهاز عموما تعمل إحتقان زيادة أنت عارفين زي اللي بيجيب مجدور فيبيعمل إحتقان زي اللي عايز يجيب أي إفرازات من عنده جوب أنفية أو في زور أو كلام ده أو عايز يرجع يجيب معدوده وكأنه هتخرج مصارينه كذلك اللي بيأخذ أي أدوية أو في العلاقة أو أو في المعاشرة بتعمل إحتقان الضعف يعمل الزيادة أو تعمل التأثير يعمل التطويل أو يعمل يعني الأمور إيه الوسطية جميلة اللي هي ترضي الأطراف بدون ما تيجي على أحد الأطراف بل بالعكس أحيانا الطرفين تأثير أو تطويل في الوقت أو أو كلام ده ده حانا بيعمل شكل للزوجة أكتر وينشاف ويعمل لها التبجة جدا دخول الحمان كتير السكر لازم يطلع أنا شاف أسلوب كلامه بيبان في اللسان أنت لما تكلم أي حد سكر تعرف أن السكر مش متضبط من وشه العرق ومن سلوب كلامه وكلام ده تعرف أن السكر بيضايق وشوها في الكلام لازم من الحاجات اللي حارسين عليها جدا تزبيط السكر لأنه تزبيط مستقبل ما فيش عدي فينا يموت ناس عمر بس عيش تعيد ألو معنا حد ألو 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 اتفضلي معاك اتفضلي وعليكم السلام أهل أهل حضرتك يا بكتور الحمد لله بخير ربنا خليك بقول لحضرتك أنا أختي عندها 20 سنة عملت عشرة مقطعية على المعدة ساعتها وطلعت عندها ارتجاع مردية ارتجاع تمام يعني هي راحب لدكاترة كتير أوي في اللي يقول قرحة أو في اللي يقولي ارتجاع مردية وهي مشكلتها اللي هي يعني عندها يعني عصاحzeit Εهل ما فيه powiedzieć خالص كلها بتطرقع تش 먹는ها بطرقع على طول هي أنسة وعندها حرقام هي أنسة تمام آه وعندها حرقان في البول آه وحرقان في البول تمام ودخولي لحمام دخولي لحمام وبدخول دخول الحمام هي بتدخل كتير وما بتعملش حمات بول ولا برز لأ بول بول بتخش تتنقط بتغشت نقط عندها سكر أو أي حاجة؟ لا ولا أي حاجة والوظايا في كلها تمام 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 أشكرك هقولك دلوقتي عناية الاثنين عناية الاثنين تحت أمرك برضو من الحاجات اللي كنا نتكلم فيها قبل مع المجموعة بتاعة الأربعة لانا ما شاء طلعوا كلهم أصدقائي بحبهم جدا زي الجميع يعني فكرة اني لا أقدر في الوقتي اتصرت بس أنا عايزة أقدم لها فايدة كاملة ما أنا عايزة أديها وجبة كاملة لو حنستها وددت عناولي وسبتها لك فإن أنا معاملش حاجة يبقى أنا سيبها سبتها لنفسها واللي أنا مش عاجبني في أسلوب العلاج يعني ما زال البنات اللي هم زي الشباب في البلوغ البنات بيجي لهم فطريات كتير وبيخافوا على الجنسة يعني البنت لما بيجي لها فطريات وألام في الحوض مش كل البنات حريصة على إنها تستعمل مرهم فطريات دهام فطريات مهبلي ودايما بقول كل الأسر وكل الأم هات الأم بترعب البنت بترعب غريبة جدا أقول للأم هاتي لي أي إنسانة مرأة على وجه الأرض عوارت نفسها ويبتدهمها مستحيل دي محتاجة عليك فطريات وعليك ألام الحوض وإن شاء الله البلوغ هيتزبك جدا وأتمنى تواصل معاك ما فيش مشكلة ألو أستاذ عصام أيها شكرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته زكرا بكتور الحمد لله يا بشرة ربنا يكرمك الحمد لله والله دا حالتي يعني غريبة شوية أنا عامل حوالي 7 مليار حص وكلا جراحة كلهم؟ جراحة؟ آه لا فيه ثلاثة تفتيل طيب يعني بدأ أولاً السن كام أولاً؟ أولاً 65 بس بقى من الأربعنات وأنا ولت لا من الأربعنات في سنك من الأربعنات في سنك مش نربع بينات الزمن يعني آه تمام بدأت فتحت جنابك ولا الحوض من تحت؟ فتحت الكيلة اليمين ثلاث مرات وبعض آه تمام وبعدين الحالب الشمال أعملت برضو فيه بس حالية متلافة كيلو ومقصة شوية تمام يعني الزيارة تمام وبعدين عملت بقى عملية تفتيت لأنني قالك ما فيهش جراحة تاني لا يا جراحة دلوقتي هو أساساً أول مرة جراحة بنعملها وإحنا زعلانين أول مرة جراحة بنعملها دلوقتي وإحنا زعلانين أنا بعملها غزباً عني لما العام بيصمم أو بلاقي الحسوة كبيرة أو ما تجيش تفتيت ولو المنظر من الكلم الجنب غالي على المريض شوية وكلام ده بضطر متأس أقول له أعمل جراحة ده أول مرة فتحت العمليات دي في الثمانينات تمام طب دلوقتي الشكوى إيه دلوقتي لا الحمد لله ما فيش حاجة أنا بقى جاني كان جاني تعب جامد وابتاعه وبعث جامد وروحت الدكتور حسام ومارس بطنة أعملت تحاليل وإشاعات فلق البولينة عالية شوية كام كام وظينا وكانت سنين كام كانت حوالي اتنين وثتة من عشرة احنا قلنا ما فيش سكر لا فيه سكر وفيه ضخ وعملت حمد البوليك ما فيش ولا فيه لا ما فيش بوليك طيب أوكي الكلام ده كان إمتى لما كانت كارتينين اتنين وشوية من إمتى ده حوالي من دلوقتي من شهر تتتمانية يعني كده دخلنا على عشر شهور تمام طيب أنا رحت بقى الدكتور كده وبعدين نزل دلوقتي حاليا واحد وثتة من عشرة ممتاز بالنسبة للسكر والعمليات ممتاز ويتحافظ عليه ولما هقولك تعمل ايه دلوقتي ان شاء الله هنزل عن كده تمام جلدوني من الكارتينين إنما بسكر الحمد لله برضو هادي طيب أنا هميني حاجة واحدة بس احنا متكلم على هوهو وان شاء الله هاسألك سؤال بسيط ممكن بب انت النهاردة على مدى اليوم كله كلتي ايه يعني أكل بسيط خلص لا أنا ما همينيش الكميات أنا هاسأل عشان أقولك إزاي حنا ننزل من واحدة وستة من عشرة كمان كلتي ايه النهاردة يعني كلتي الصبحة كان كوباية زبادي مع عز بعد كده برضو كلتي حت الجبنة تمام خلي بالك يعني كلتي زبادي وجبنة تمام وايه تاني آه وبعدين بقى كلتي بقى في الماكرونة بشاميل ربعة حتة بغير طيب ولحمة لا اللحمة هي المفروبة مع الماكرونة تمام والفاكهة والفاكهة يعني حتتين ثانية بصيخة طيب طيب آخر مرة كلتي موز امتى لا دا من قلش أو نصف قريب وعصير قصف ولا ما بشروش خالص طيب والمعلبات نهائي طيب كويس قوي في حاجة عشان تبدأ بقى تنظم هتلاقي نفسك هتلاقي الأمور نزلت عن 1-18 أولا أنا معتاك تحليل بول لو حللنا بول في حاجة معنا هتتزبط خطيفة مع حمد البوليك إن شاء الله الأمور هتنزل عن كده لما نزبطها الحاجة المهمة التانية انت قلت عصير القصب جميل لازم يتمنع المعلبات تتمنع الموز يتمنع هتلاقي نفسك تحسد البروتينات دول يتمنعوا البروتينات تقل جدا يعني أقصى حاجة في اليوم في اليوم كله نص حيطة لحمة أقصى حاجة في اليوم نص علب الزبادي لكن هاكل زبادي ماكلش جبنة ولو كلت أي حاجة من دول ماشربش لبن ولو في فول يبقى نص طبق صغير جدا بلمونة المفروض إن أنا رز وماكرونة زود بس هي مشكلة في السكر فأنت لازم هتزود بنسبة ما زاقتش سكر لو مشيت عن نظامنا مناعت الحاجات الثلاثة وقللت البروتين على قد ما تقدر وأقصىها لو فيه بدي بقى بيضة في اليوم أقصى حاجة لنا بيضة واحدة هتلاقي نفسك الكلية فائت وهتلاقي الواحد والسن وثمان عشر بقت واحد واربعة واحد وثلاثة واحد واثنين هنشوف تحليل البول وحمد البوليك لو زبطنا فيهم حاجة إن شاء الله توصل طبيعي جدا الأمور بسيطة وأنت حالتك حلو قوي مع العملية أنت عملتها مع السكر مع السن ربنا ديك الصحة هتلاقي نفسك الواحد والسمن عشر حلو قوي وإن شاء الله هتبقى أقل من كده بكتير اليوم الجاي تحت عاملك حاجة عصام ويا ليت تتابعني وتبدأ تعمل تحليل البول وحمد البوليك وتسمع نظام تغذية لأن أنا ما زلت مصمم تظبيت الكليا الكسلانة تغذية لقم واحد وده أنا حريص عليه بقى لي سنين وبحاول أفكر به كل الناس وأفكر به كل أطباء ويعني مش عارف لي بتنسي مع أنه محفوظ عارفين أنا عايزة أقول لكم أني ورقة التغذية للأسف مكتوبة في وحدات غسيل الكليا فقط اللي بيغسل كليا وأقول لكم بقى الحاجة المفاجأة ما فيش حد بيغسل كليا مش على تعليمات ليه ما هو ضامن أنا بغسل ثلاث غسلات إيه المشكلة أمشي بمزاجي أكل بمزاجي أشرب بمزاجي أنتوا عارفين لما بيكون أنا ممكن قلتها بنفس التشبيه وانت رايح ترمي هدوم في الغسالة ممكن تمسح بها الجزمة تمسح بها أي حاجة لو لقيت حتى أي تراب تمسح بالتراب بالمرة ما درح الغسالة فمريض الكليا اللي بيغسل المفروض اللي بياخد التعليمات دي خلي بالكم يعني يلا بالمرة هي معلومة بالمرة عشان يوصل من ثلاث غسلات لغسلتين لغسلة عشان كليا ممكن فيه آمد أنه ممكن يوقف عن الغسل شوية لكن لا احنا استنبع أنا واخد نظام ثلاث غسلات يا الله ثلاث غسلات كأنه يركب قطر يمشي على التعليمات وكل التعليمات لا نفس التعليمات دي يمشي عليها لأي حد الوظاية في علية شوية بقت من واحد واحد ونص اثنين اثنين ونص طبعا لسه ما وصلش مش هيوسل الغسيل بس ممكن بنفس تعليمات التغذية وراء تعليمات زي اللي كانت في ظهر الكتب وفي ظهر الكشاكين لمرضة الغسيل اللي مبين بشوش عليها أصلا يعني شايفين معنا اتصل افصل اوكي عشان كده في حاجات أنا يعني عمل سبعة تأخير كلا بس هيها في نقطة مش مشكلة موضوع الفتح دلوقتي قدر المتطاب بنبعد عنه تلات عملات فتح ده كل ده عملنا زمان يعني ممكن في تمانينات والتسعينات شوية كنا نفتح مرة واتنين ونظر وراء الكليا لحد ما نجيب أخيرها والأخير ممكن نشيلها ودهت الأمور بدأت بسطة جدا مناظير وتسليك بالدعمات والحالب بالمناظير الحالب ونخش الكليا من الجنب وممكن شوية 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 ربنا يسهلها ويسرها على البلد ان يبقى منظر الكليا كل الأماكن موجهزة زي ما المحافظات بتجاهز ويجاية على التمسع الشامل أفتح لأن المريض ما معاشي إمكانيات إن أنا نعمل منظر من الجنب لأنه ضعف أو تريبل أو صعب على المريض بذات اللي بيدفع منجيبه ألو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور معي معاك اتفضلي قل لها حضرتك عندي الأصفال الولادي وعنده تباول عنده تباول وكل الناس عندها تباول أوه عنده نشرة سنة عنده اسمه تباول لا إرادي أوه طيب ليلاً ولا نهاراً ليلاً بس أوه ومثلا لو نام بالنهار برضو بيعي محمد لو نام فقط لكن طول ما صحي لا أوه طيب بينام الساعة كم بالليل بينام مثلاً متأخر ساعة 2 ساعة 3 ساعة 3 يعني يعني جنوب طيب أوكي يعني مثلاً لو نام 2-3 ممكن يقوم قبل الضهر ولا بينام بيقوم بعد الضهر آه ممكن يقوم بعد قبل الضهر بش ممكن بقى عامل مرة واثنين طيب أوكي يبقى يقوم بعد قبل الضهر يقوم بعد قبل الضهر ونشوف إيه اللي هيحصل معنا لكن من بكرة من عشر ما فيش أكل وشرب يقوم بعد عشر يقوم بعد قبل ما نامه التعليمات دي كفاية هتديني 80-90% ممكن تدي 100% ممكن تدي 100% بيتدخل بأدوية بسيطة مع الكلام ده بناخد الأدوية الساعة 10 قبل الساعة 10 الأكل والشرب اللي نفسهم فيه ما فيش حاجة اسمها أمن عنهم أي حاجة ما فيش حاجة اسمها أكل الشارع بيجي للطفل يقول لك أسلحنا هنمنا عنه أكل الشارع لا بش حاجة أكل الشارع ده موضوع تاني يخص بقى التغذية يخص الكوليستور لا أنا بيكلم على التبارل الإراضي بش ممنوع عنه أي حاجة قبل عشرة بالنهار هينام قبل ما ينام ببشرة لأنها ينام فترة سيارة يباول فقط فيه أدوية الأدوية اللي بيأخذها الساعة 10 بتشتغل معها الثاني يوم في سبيل أنه ولو نوم بالنهار مش هيعمل ولو نوم بالليل مش هيعمل إيه هي الأدوية أي حاجة يكلمني في تليفون همقالي له الأدوية أدوية بسطة جدا ويعني أتمنى أن لما وصلها لحد يبقى يقولها للجميع هم دويين هقولهم لأي حاجة تحت 6-7 سنين فيه دواء ومعه واحد وبعد 8-19 سنين فيه دواء تاني أكبر شوية ومعه الدواء فيه دواء مشترك مع الكل بيخلي النوم خفيف شوية موضوع بسيط من أبسط ما يمكن مش محتاج مشاكل مش محتاج زي ما سمعت يقولك أو أديل طبيب نفساني ولا هي مشكلة ولا هي مرض ولا هي حالة نفسية ولا هي بسبب الضرب هو ملوش زنب فيها يا حاجة بتحصل غزبنا عنه خادر المستطاع لو جاتلنا أي فرص عايزين نغطي موضوع التباول الإيراضي لأن الناس مرعوبة منه على الفضل من نقطة المهمة جدا فكرة تنقيط البول عند السيدات مش دايما بيفكروا فيه مش دايما بيبقوا حارسين عليه أحيانا تقولك أنا عندي نقطة مية عادية مع كحة مع عطسة مع أي مجهود يعني أسرية تعودت أن فيه حاجة بتنزل تعود أنها بتستعمل حاجة للدورة ما هي الدورة أساسا بتنزل أوتوماتيك ما فيش حاجة حاجة زي البول يعني ما فيش عضلة بتحكمها فلما ينزل أو فيه إفرازات بتنزل بتسأل أية سيد تقولك الإفرازات العادية ما فيش إفرازات عادية أصلا يعني بعد بعد الدورة ما بتختفي رفوض ما فيش إفرازات خالص عن ده إي سيد ألو أفل أوكي تعودها على فكرة الدورة تعودها على فكرة أنه في إفرازات ويقولوا عليها عادية ودي مش عادية لما بينزل نقطة بول أو كلام ده خلاص بقت مش فرق معها لأنه يعني ما هو ده عادي أنه في حاجة لا طبعا المفروض الدورة ده دايما المفروض يبقى المكان ده نضيف جدا لا بول ولا إفرازات ولا فطريات ولا ريحة ولا 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 كلام هيبقى حلول السيد آه حياتها وإحساسها مش شرط يكون للمعاشرة وجزعة وكلام طبعا الموضوع التاني تبقى جميل للطرفين لكن لو لها نفسها تبقى المكان تستمتع به حاسة حاسة به بدون لا تقل ولا ألام ولا هرش ولا إحساس بالصاد لا أطلاقا ففكرة أنها تطنش نقطة البول ده غريبة يعني أنا بقول ما كنتش تستمتع وإنت بالإحساس تبقى 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 بالطريقة المريحة ليه كل ده إن علاج نقطة البول سهل بنسبة 70 80 90 في المية أي تنقيد بول عند الست وراجل سهل التحكم فيه لأن كل الفكرة هي فكرة العضلة عضلة البول عضلة البول مختلفة من الراجل الست فكرة وجود العضلة وفتحة البول في السيدات في جهاز التناسولي خلها عرضة الإفرازات والفطريات والضعف كنت بشبه دائما بجلة الحنفية اللي بتشقه فتنقط مية فبلغت عدم التحكم بالأطفال اللي عندهم فطريات فتلاقوهم الإفرازات بتنزل من بققهم طب العلاق مش صعب بس ليه إحنا عشان الأطفال يجيلهم فطريات فياخدوا حاجات العلاق فطريات الفم أو إفرازات الأنف نقط توقف أو دموع عطرة توقف عشان الحاجة لكن إيه المشكلة في نقطة البول إيه المشكلة في إفرازات إيه المشكلة فطريات وانطنش لحد ما الطفلة اللي هي من شوية كتمها كلمتك بتكلم وتقول بالنهار بتجرع الحمام وتغرق نفسها فطريات علاجها إيه علاج الفطريات موضعي إن أنا خاف لا ما خافش أدهن المرهم لجوه ما خافش مش هأمل مشكلة في غشاء البكار ولا هأعمل حواليه ولا هأزل بنت ولا هأزل بنت مهم بقى وكلام يبقى إذن فكرة إن فيه راجل أو ست يهمله نقطة البول لا أنا فيه ناس بتهتم بالنقطة ويبعيني الغريبة في إيه إن يجيش يقول لك الآن أنا مش عارف أصلي يعني هو بيربط دائما بالصلاة جميل هو أنت أساسا لو مرض صلي بس الوضوء لكل وقت حتى لو نقطة البول نزلت صليتك سليمة ده كلام نفش في صال مش فاتوتي البول نازل تتقدر كل وقت صلي لكن ما تمنعش طالع السيتات بنفس الطريقة لكن الأمور تتعالج فيه عند عند الست فطريات في المنطقة نعالجها فيه عند الجماعة الكبار في السن فيه نقص استروجين نعالجه فيه كان فيه ده مرهم استروجين ولسه أول مرة النهاردة أشوف مرهم نازل جديد بيريحنا جامد بدلا ما بدي استروجين إقراس لا المرهم موضوعي بيساعد بيساعد بعد غياب انقطاع الضورة وكلام ده بيساعد فيه التحكم في عضلة الميا جميل كل ده شيء جميل جدا أعالج فطريات أعالج لو فيه سكر أعالجه لو فيه احتقان أعالجه نقطة المياه بنسبة 95% بيتحكم فيه في الستات الرجالة أي احتقام في الحوط هيساعدني في التحكم البول لما أعالجه أي مشاكل في الكابت والبرستات والخاصة وكلام ده والألأ لكن مش شرط يبقى فيه صديد مش شرط يبقى فيه حصوة مش شرط يبقى فيه مشاكل عالية لأ كلها بتبقى احتقانات بسيطة الحاجات البسيطة علاجها بسيط جدا والتحكم فاسع وإن أنا أبدأ أستمتع بالبول تانيسة ما نقطشي ما تدايقشي أعرف أنام أعرف أروح مشوار أعرف أعود مع ناس ما تزينقش وكون مثلا في عربية في دوسط طريق ما كونش أنا سواء تاكسي مثلا أو سواء واضطر أوقف وصيب الناس وانزل جالي بشكل مش حضاري أو مش مريح هو بيعمل كلا غزبين عنه لكن هي كل الفكرة أن نحن نبقى عارفين إيه هو الموضوع إن علاجه بسيط يبقى ألام الحوض كلمة على شوية موضوع سلس البول كلمة على شوية التبول الإراضي وإن علاجه بسيط وإن هو مش مرض عالي كنت عايز أفتح طبعا إحنا قلنا ألام الحوض وإن دي هانا كلها احتقانات كلمنا شوية على كل إن البرستات مشاكلها أقل ما يمكن وإن هي أساسا مجنع عليها مش بنفس حالة من ضمن الحياة رجعت النهاردة القلق بتاع الصف تحيل السائل منه والصفر وهارجع تاني بقى للكلام اللي إحنا عادنا فيه نقوله اسمين وإن الصفر لعب الصفر وطلعه ونزوله وكلام ده إن شاء الله رجعت فرصة نبدأ نتكلم في موضوع الآزو تاني وتحيل السائل منه والصفر تاني وإيه الأمل اللي فيه وإزاي نتعامل معاه وإزاي أني لازم نحلل قبل الجواز وإزاي لأن مشكلة كبيرة جدا ما زل مصمم عليها إن احنا نهمل التحيل قبل الجواز ولما تقع الفاس في الرأس نبدأ نقع إيه موضوع فيه خلفة وإن فيه خلفة طب نكمل وإن نعمل إيه بالزبط إن شاء الله رجعت فرصة نكمل الموضوع ده ونبدأ تاني نرجع للتحليل السائل منوي شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته